اخفق مجلس النواب العراقي بعقد جلسته اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب ذهبوا مئة نائب إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج لم يكن السبب الوحيد بعدم انعقادها فنواب بعض الكتل السياسية ومنها التحالف الكردستاني تعمدوا عدم الدخول إلى قاعة المجلس في ظل إصرار كتل أخرى على إدراج التصويت على إقالة وزير المالية هوشيزي باري على جدول أعمال الجلسة نعطي مئة مقعد لا نعرف من أين من السفارة السعودية من السعودية نفسها هيئة الحجوة العمرة تتنمية حصة على حساب الشعب العراقي ما أعرف كان لزاما على مجلس النواب العراقي أن يعطيها لهيئة الحجوة العمرة وتبدأ توزيعها بالتساوي حسب النسب السكانية للشعب العراقي وهي من ممتلكات الشعب العراقي هذه المقاعد هناك تعقد صفقات كبيرة سياسية بين الكتل السياسية على عدم أقالة السيد هوشار زي باري مفروض على مجلس النواب العراقي يمثل إرادة العراقيين وليس يمثل إرادة الكتل والحساب وفي ظل انقسام نواب التحالف الكردستاني حول قضية إقالة وزير المالية من عدمه فضل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي له الوزير وبالتعاون مع حلفائه عدم تحقيق النصاب لكسب مزيد من الوقت والمعارضين لإقالة الوزير نحن هنا في بغداد تلاف الكتل الكردستانية صحيح نحن أربع أو خمسة حزاب لكنه نحن نتعامل ككرد وثاني مسألة السيد وشار زي باري هي متروكة لقناعات أعظام مجلس النواب العراقي والتصريط هو الحاسم نجاح الكتل السياسي المعارضة لإقالة وزير المالية بتأجيل الجلسة إلى يوم الخميس المقبل دفع نواب كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري للمطالبة بعقد جلسة استثنائية يتم التصويت فيها على إقالة الوزير نحن نطالب هيئة الرئاسة بجلسة استثنائية وجمعنا التواقيع بعقد جلسة استثنائية اليوم وغد لسحب الثقة عن وزير المالية ويرجح نواب عدم اكتمال النصاب في جلسة يوم الخميس المقبل أيضا في محاولة لتأجيل جلسة التصويت على إقالة وزير المالية هشار زيباري إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى في محاولة لكسب الوقت من أجل تفاهمات سياسية قد تمنح الثقة لوزير المالية من داخل مجلس النواب ببغداد أحمد عرام الحرة